اغشيشكو بسرعة هو اسحق ليه متفاقل النهاردة وجاي مبتسم عشان من الصبح عمال بيتجهز ان الموضوع هيبقى فيه تحامل على الستات وزي الرجل يضمن حقه او الشاب هو داخل على مرحلة الجواز يضمن حقه لو حب يفق الخطوبة بزمتك دي حاجة تخلى الواحد يعني الكلام انت بتريده ده ايه اللي خليها دعو للتفاقل والبتسامة لأ دي فرصة انت هتهاجم الستات فقط ده بيخلق عندك حالة سعادة ستات دول حبيبنا وفوق راسنا هم عالفين يعني ايه كلام بس ماشي تمام ما تحاوليش تققى عشان مش هتعرفي تمام على فكرة حتى زما ان الستات بيشهادوا هم دلوقتي لو انا فتحت اسمها وان انت بتيجي عليهم بس ما علينا احنا عايزين يبتدي معاكم في حاجة الحاجة يمكن في السنين الاخيرة بدأت فكرة ان الاتنين لما بيتخطوا ما بيعملوش المحضر رسمي في الكنيسة بيعملوش نص اكليل زي ما بيقولوا كده لكن بنعمل تلبيس دبل نعمل خطوبة نعمل قاعة نعمل خطوبة بنكلفها اي يعني قد كده نجيب ابونا يصالي على الدبل والشابكة ويلبسها بس ما بنعملش محضر ليه اصلي بيحصل مشاكل كتير واحنا هنخلي المحضر ده نعمله قبل الفرح بكام يوم شعارفة 40 يوم تقريبا ولا ينصحة المعلومة او العدد بتاع الايب المهم انه يبقى قبل الفرح لكن بطلنا نعمل نص الاكليل عشان المشاكل اللي بتحصل في الفك بقى لو ما حصلش نصيب الشابكة من حق يمين انت اللي سايب ولا انا اللي سايبة طبعا بسا في حد بيجيب شابكة اه فيه في ظل اللي اندهب بقى بألف ومتين جنيه عالي شابكة لو جاب خاتم بسا هتبقى اسمها شابكة يعني انا عايز اي حاجة جابها وبعدين ايه انا جبتلك هدايا طب انت جبتلي ازازة بيرفوم وخلصت والدبدوب الاحمر مليش دعوة مليش ده تدفعي تمانها الدبدوب الاحمر اه وبعدين انا عزمتك انت وقالك برا فليش انا عايز مش عارف ايه يعني المشاكل بتوصل لدرجة ان في ابسط الامور حقي وحقك ومين بالاضافة طبعا لحاجات كتير قوي بتبقى من عدم الشفافية وعدم الصراحة في حاجات يعني يروحوا يتقدموا للبنت يتفقوا كده مع بعض بس سرت الموضوع ده ما تقولهاش ان ان انت مرتبك ككذا من دلوقتي ما تقولوش سيبوني انا بس ابقى جيبها لها واحدة واحدة بالروح فهي فكرة حتى المصدقية او الشفافية اللي بعد كده لما بيكون في اكتشاف للحقيقة بتحصل مشاكل ايه رأي حضرتك بقى مع فكرة انه تتقال كل حاجة في الاول بمتاح الشفافية والمصدقية ولا في حاجات تيجي بالتدريج ما نقولهاش ونكتب كل حاجة في المحضر ونعمله بدري ولا لا بسي انا مع فكرة ان كل حاجة اللي هي قواعد معينة هتمشي مزبوط بمعنى اذا فيه رولز او فيه قواعد معينة حاطتها الكنيسة يبقى ما تبقاش بالمزاج يعني مش حد يكتب المحضر قبل ما تجاوز بيومين وحد قابليها بشهر وحد قابليها بشهر بالمزاج ما هيك كده بالمزاج ما هي دلوقتي بالمزاج ما هي ماشي بالمزاج طبعا فلو ماشي بالمزاج لا دي ما تبقاش مزبوط ما الكنيسة مش هتلزم حد يعمل محضر يعني افرد احنا قررنا نعمل تلبيز دبل لا نلزم وبنجيب ابونا يصلي من غير محضر مالو لا نلزم ابونا مش هيجي يصلي غير لما يبقى فيه محضر مش خلاص تمام نعمل دبل من غير خلاص يبقى انتو يحصل خلاص بقى انت طالما قررتي تشتغل بقواعد خارج نطاق الكنيسة او المعمول بيها او الكنيسة هتعملها يبقى خلاص بس تحملي للاخر يعني انت ما تجيش في الاخر تعمله مشكلة الحقنا يا ابونا صح انت ما تجيش في الاخر تقولي تعمل لي مشكلة الحقنا يا ابونا وسط الدهب ده مش عارف ايه هو كان جاب كذا وكان جاب للبنت مش عارف ايه والمشاكل بيسمعها هم بيوفقوا من الاول ان فيش حاجة يعني انتو برضو ايه يعني قولونا ده بيحصل الحقيقة ما بتكتبش في المحضر محدش بيكتبه وجاية بشبكة بكام في الحياة والمفروض في عقد الخطوبة مش ما ده غلط الجواز هيبقى في بحر او مدة في خلال قد ايه مثلا سنة ست شهور اقصها سنتين بيحدت تقريبي حصلت مشكلة مش هقدر التزم بالمعدة الدهب ما بتكتبش كده الشقة طب ماشي انت بتتكلمي في حاجات انت بقولك الرد عليها ان احنا غلطانين ان احنا بنعمل حاجات غلط يعني مش عيب ان احنا نقول ان احنا بنعمل كده وكده غلط تمام لكن المفروض ان احنا طالما يعني ارتضينا ان احنا نتقطب ويبقى فيه ابونا في الموضوع فيه ابونا ابونا مش جاي بشخصه ابونا هو الكنيسة بيمسر الكنيسة فمدام فيه الكنيسة يبقى فيه محضر رسمي مكتوب فيه بقى كل حاجة مكتوب فيه بيت الزوجية او محتمل يكون فين مكتوب فيه المبلغ الشابكة الشابكة بتبقى بالجرام مش بتبقى بالمبلغ يعني اتقال عيار كذا في كذا ليه لان الدهب يعلق وينزل ومين يتحمل ايه لو حصل ايه فهم ذلك كأنه عقد اتفاق انت النهاردة لو احنا رحين نشتري حاجة مثلا ولا حاجة وانا مش معايا حتى فلوسها كلها ومش اشتريها دلوقتي بنعمل فيما يسمى عقد اتفاق تمام اذا اتفاقنا ان احنا يحصل كده فالاتفاق ما يدرش حد بنيجي ننفصل او نيجي نبعد عن بعض او الخطوبة مش هتكمل وده مش شر ده بيبقى خير برضو ان هما اللي اتنين ما اتفاقوش مع بعض فبيبعدوا فبنرجع للعقد اللي ما بيننا فلان ياخد كذا فلان ياخد كذا في العقد ده حتى لو الناس عملت هو مش ملزم لطرف من الاتنين انه مثلا يرجع الحاجة خلاص او انه يلتزم بحاجة يعني كاتب انه هو يجيب بيت الزوجية في حتة معينة وما قدرتش دلوقتي هجيب في مكان اقل وبسعر اقل العقد اللي معمول ومكتوب في ده مش هيلزم الشبكة النهاردة انا وقت ما خطبت جبت خاتم بس هو الشبكة سوي جبت خاتم بس هو الشبكة وده اللي تكتب في المحضر جيت بعدها أنا بكلم ان حتى فيه يعني شباب هما اللي بيتظلموا في الموضوع جيب بعدها ربنا تديله في أثناء فترة الخطوبة جاب هدايا بأضعاف ثمن الخاتم اللي هو جاب يبقى ينص على ده يجيب بعد كده ما قدرش يسترد حكته لما فكه ملاكش عندنا حاجة الكنيسة هتعمل فيه بعض الأماء يعملوا ايه يبقى يبقى مكتوب بمعنى بمعنى يبقى مكتوب ان احنا قيمة الشبكة هي مثلا مي جرام دهب احنا متكلم هو بجد الناس بتجيب من خمسين لمية فقيمة الشبكة هي خمسين جرام دهب عيار واحد وعشرين اللي ما بلاش قيمته كذا لان قيمته دي تحسب ان هو جرام كذا تمام فيه ما يخص بقى الفترة نفسها جاب هدايا جاب خاتم دهب جاب خاتم سولوتير كان جاب شوكولاتات كان جاب دباديب كان جاب ما عارفش ايه ولا ما يخدهاش ما يخدهاش يبقى احنا اتفقنا ان هي الاصل بتاعه ان هو يترجع له مثلا لما ده ظلم ليه هو يعني هنا برضو المحضر ما ضمنلوش هو حقه وعلى العكس ما ضمنتش حق البنت الحاج وهي لما بيبقى فيه فك خطوبة هي مش فيها خسارة للطرفين انا بشوف ان هي يعني ده وجهة نظر الشخصية ان الموضوع مش فارق خالص في فكرة ضمان الحق او الزام شخص انا مش فارق لا فارق طبعا مش فارق في الزام طرف من الاتنين انه يلتزم ببنود العقد ماشي في بتاع الخطوبة في محضر الخطوبة احنا ما منتكلمش على بنود العقد اللي هي مكانة زوجية لانه ممكن يضغير زي ما انت قلت بالفعل مش منتكلم على الهدايا لان دي قردي مش تبقى مكتوبة هل بيلزم ده ان هي ترجع الشبكة او يعني هو ياخدها او ما ياخداش يعني هل في حاجة بتضمن ده طب افرد النهار ده حصل العقد وقع في ناس صعبة وقيت لك لا انا مش هرجعها مين بقى هيضغط على ده هنفضل بقى في مفاوضات وندخل ناس لو في محضر الخطوبة بيبقى موضوع التسوية بيبقى أسهل طول ما انت معاك عقدة او طول ما انت معاك حاجة متفق عليها والناس ماضي عليها وفي الكنيسة شاهدة بيبقى الموضوع أسهل لكن انت لما بتسيب يعني أحسن كده ولا الأحسن انك تسيب الدنيا عايمة ولا الناس بتخبط في بعض ودول يجيبوا ودول لناس ودول عايزين يتخنقوا ودول مش صح ولا لأ